السلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبه أجمعين كيفكم تاسع اليوم رح ناخد الدرس الثالث التعامل مع الأوراق بـ 8-9 يكون يكتابك معك حتى تبعي معي بشرح الدرس لأنه يحتوي على قطوات كثيرة في البداية تاسع رح نشغل برمجية Microsoft Excel من قائمة Start All Programs Microsoft Office و Microsoft Excel 2010 لحظتها لدينا الشاشة الرئيسية تاسع وزي ما أنتم لاحظين حكينا عنه هذا الكلام في الدرس السابق أنه يوجد لدينا في الأسفل هنا شريط أوراق العمل شريط أوراق العمل هذا الشريط يحتوي عند تشغيل البرمجية بشكل تلقائي على ثلاثة أوراق عمل يحتوي على ثلاثة أوراق عمل طيب هل ممكن أني أنا أغير هذا العدد عند تشغيل برمجية Microsoft Excel طبعا بقدر يا تاسع خلينا نشوف الخطوات لتغيير العدد التلقائي لأوراق العمل عند تشغيل برمجية Microsoft Excel من قائمة Start يا تاسع من قائمة File نختار خيارات من قائمة File نختار خيارات ومن ثم يا تاسع نغير هنا كان عندي ثلاثة أوراق بغير العدد أو بمنقص ما في مشكلة سواء كنت بدي أزيد أو أنقصها الخيارة لو خليناها أربعة وأعطيتم موافق لاحظة التاسع ما تغير عندي في عدد أوراق العمل ما تغير عندي بعدد أوراق العمل متى يتغير عند تشغيل البرمجية عند تشغيل البرمجية مرة أخرى خلينا نسكر البرمجية ونرجع نشغيلها مرة تانية قائمة Start All Program Microsoft Office Microsoft Excel 2010 خلينا للأصل بالضبط يا تاسع لاحظة أنه صار فيه عندي أربع أوراق عمل أصبع عندي أربع أوراق عمل الجزئية التانية التاسع من درسنا لهو إعادة تسمية ورقة العمل هذه هي ورقة العمل يا تاسع اللي موجودة عندك هون بقدر إني أنا أسميها أصل هي موجودة مكتوبة بشكل تلقائي ورقة واحد ورقة اثنين ورقة ثلاث ورقة أربعة هل بقدر إني أنا أغيرها؟ طبعا بقدر بكل سهولة تغيير سهل جدا اسمها مجرد ما أنقر نقر مزدوج بتتضلل يا تاسع مجرد ما أعمل نقر مزدوج على الورقة يتم تضليلها فبمكن أسوي مثلا هون أحكي الصف التاسع ألف تمام خلينا نشوف ورقة أربعة الصف العاشر ألف بقدر إني أغير عملية تغيير تسمية الورقة سهل جدا يا تاسع مجرد ما نقر مزدوج على تبويب الورقة نقر مزدوج تضلل تمام يا تاسع ويتم مسح الكتابة اسم الورقة وإضافة اسم الورقة الجديد أو إعادة تسمية اسم الورقة طيب تاسع هل أنا بقدر إني أدرج أوراق؟ يعني أنا عم بشتغل يعني أنا حطيت بشكل تلقائي عندي أربع أوراق بركي احتجت كمان أوراق هل بقدر إني أضيف؟ طبعا يا تاسع الموضوع بسيط أيضا جدا برجع أبيض يا تاسع باتمنى يكوني كتابك معك لأن أنا هلأ عم بحكي بالجزئية الثالثة من درسنا حكينا أول شي عن إعادة تغيير العدد التلقائي عند تشغيل أوراق العمل عند تشغيل برمجية مايكروسوفت إكسل لأوراق العمل اتنين حكينا عن إعادة تسمية ورقة العمل هلأ رح نحكي يا تاسع أنه أنا بدأ أضيف ورقة عمل في أثناء عملي وأنا عادي بشتغل على البرمجية محتاجة إلى ورقة عمل أخرى طبعا تاسع أنا بحدد ورقة عمل الذي يريد ماذا يا تاسع الذي أريد إضافة ورقة عمل قبلها ورقة عمل قبلها يعني قبل الصف التاسع ألف ورقة هنا الصف التاسع ألف أنا بدي أحط قبلها ورقة مباشر يا تاسع بعمل right click وبختار إضافة إدراج تمام يا تاسع بحكي له أنا بدي إدراج ورقة عمل وبعطي موافق لحظة يا تاسع وين صارت؟ طبعا أعطانيها اسم ورقة ورقة خمسة لأنه أصلا هو لعدد التلقائي له كان عني أربعة بعدين بكمل وبقدر أني أغير تسميتها برجع بعيد يا تاسع طبعا تاسع الأشياء اللي أنا بحكيها كتير مهمة ركزي على التفاصيل اللي أنا بحكيها لأنه مرح تيجيك بالامتحان إضافة الورقة عندها إضافة ورقة بحدد الورقة اللي بدي أضيف قبلها يا تاسع يريد إضافة قبلها تمام؟ أنا قبل تاسع ألف بدي أضيف ورقة مباشرة يا تاسع بعمل right click على هذه الورقة وأضغط على إدراج ومن ثم ورقة عمل موافق هاي أعطاني ورقة عمل ستة قبل ورقة عمل التاسع ألف طيب تاسع هلنا ننتقل إلى إذا أنا بدي أحذف ورقة بدي أحذف ورقة تمام؟ بدي أقوم بعملية حذف ورقة يعني أنا عندي ورقة معينة وريد أنا أقوم بحذفها نفترض ورقة ثلاث مجرد ما أحددها أبعمل right click right click يعني بالزر الأيمن وبختار حذف بحكي لي هل طبعا تاسع هون ما أعطاني أنه هل أنت متأكد أنه أصلا الورقة أو الشيط فاضي ما فيها بيانات هلا لو كنت أنا كات بخلينا نكتب مثلا على هاي أي شي تاسع كتبت اسم الطالر مثلا تمام؟ تمام تاسع وأنا إجيت بدي أحذف هاي ها أصف في العاشر بعمل right click وبدغط حذف عم بحكي لي قد تكون البيانات موجودة في الورقة محدد للحذف أنه يعني أنت بحاجة إلها أو لحذف البيانات نهائيا بنبهك لهذا الإشي بتحكي حذف لأنه هذا يعني الصندوق يظهر عندكم عندكم بالكتاب أنا ليش قبل ما ظهر عندي لأنه الشيط فاضي يا تاسع الشيط فاضي يعني الورقة كانت فارغة لا تحتوي على بيانات طيب تاسع ننتقل إلى الجزء الرابع من درسنا وهو نسخ ورقة عمل أو نقلها نفترض يا تاسع أنا عندي تاسع ألف هاي بدي أنقلها لعند ورقة أو قبل ورقة واحد أو بعد ورقة واحد أو إلى آخر بدأ أقوم بعملية نقلها من أماكنها من هنا طبعا بعمل right click يا تاسع بقوم بعملية نقل أو نسخ عملية نقل أو نسخ خيل الخيار يا تاسع أمامك تمام لحظة يا تاسع رح يظهر عندي هذا الصندوق أنا بدي أحدد ورقة صف التاسع وين بدي أنقلها بحكي له والله أنا بدي عند ورقة خمسة تمام عملك يا مراتانيا باطي موافق لحظة يا تاسع أعطاني قبل ماذا الورقة خمسة ليش لأني أنا محدد خمسة وكنت أول إشي محدد الورقة اللي أنا بدي أقوم بعملية نقلها عملت عليها right click ونقلت هاي محددت على خمسة ورقة خمسة نقل ليها قبل ورقة خمسة نرجع نعيد مراتانيا لنفترض أنا بدي ورقة ستة قبل ورقة واحد بعمل right click تمام يا تاسع وبحط نسخ بحكي له انقلي إياها قبل ورقة واحد تمام وبعطي موافق لحظة يا تاسع هي صارت ورقة ستة قبل ورقة واحد الاشي اللي أنا بحدده بكون قبله طيب تاسع لنفترض أنه أمدي أعمل عملية نسخ ورقة خمسة أو خلينا نحكي على ورقة خمسة بدي أنقلها قبل ورقة صف التاسع لكن نسخة عنها نسخة ايش يعني نسخة ينصر عندي تنتين تمام بعمل right click نفس الإشي عندي نقل أو نسخ يا تاسع وبحكي إيش يا مس بدي إياها قبل الصف التاسع ولكنها ماذا نسخة انشاء نسخة خلينا نشوف شو اللي بيصير شوف يا تاسع أنشاء ورقة خمسة قبل الصف التاسع لأني أنا محدد الصف التاسع قبلها تمام وسمها ورقة خمسة اتنين اللي هي نسخة عن ورقة خمسة تمام يا تاسع طيب آخر شي يا تاسع اللي هو تغيير لون الورقة تغيير لون الورقة كيف أنا بدي أغير لون الورقة خلينا نشوف يا تاسع عندي أنا هون نفترض الصف التاسع أنا حابب أني أنا أغيره رائتك لك بحكي له بدي أغير لون الورقة يا تاسع كيف بدي أغيره يا تاسع بحكي له لون علامة التبويب لون علامة التبويب وبختار اللون اللي أنا بدي أزرق تمام لحظة تاسع كما أنت بلحظة تاسع حيو صار لونه على زرق هيا هون مجرد ما أنتقل للورقة الثانية تمام بصير لونه أزرق طب ليش ما ظهر هون هو مبين بس لأنه أنا محددته تمام لابدي هاي خمسة بعمل لون علامة التبويب وبدي أختارها نهدي طبعا هيا تاسع يعني بتفيدني في عملية التمييز تمييز الأوراق بألوان معين يعني استرد عندي صفوف بحكي صف التاسع مثل اللون الأحمر صف العاشر باللون الأزرق وهكذا يعني بقدر أني أنا أغير فيها طبعا هيك يا تاسع بكون أنا أنهيت درسي لكن أنا رح أدمجلك مع درس تنصيق الجداول بتمنى أنك أنت تحليلي الأسئلة أو الطبق الأسئلة الموجودة عندك صفحة 80 ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر